تسابق عسات فوزية سليمان من الكاميرون وتقرأ برواية حفص عن عاصم اشتركوا في القناة السؤال الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولدي فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصي يا عساتو اشرب ماء اشرب ماء يا عساتو تشرب ماء أعوذ بالله من الشيطان الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم وإن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أه أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أودين آباء من بعد وصية من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز خالدين فيها أبدا خالدين فيها ذلك هو وذلك الفوز العظيم وذلك الفوز العظيم ومن يأص الله ورسوله يدخله جنات ومن يأص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا ومن يأص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها ومن يأص الله ورسوله ويدخله نارا خالدا فيها ذلك الفوز وله عذاب مهين وله عذاب مهين حسبك سؤال الثاني أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواتهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب السؤال الثالث والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه سائغ شرابه وهذا ملح أجاد ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز حسبك أحسنتي بارك الله فيك